معسكرات تبدو مشددة الحراسة في منطقة تيانج يانج أسوار عالية وأبراج مراقبة تقول الحكومة الصينية إنها مراكز تدريب محلي تطوعي خصصت لأقلية الإيغور المسلمة وأقلية أخرى تهدف إلى تجهيزها لسوق العمل وصرفها بعيدا عن التطرف الديني والإرهاب والنزاعة الانفصالية على حد قول الحكومة لكن منظمات حقوقية تشير إلى خلاف ذلك فتقول إن الحكومة الصينية تحتجز فيها نحو مليون شخص معظمهم من أقلية الإيغور المسلمة وأتصف هذه المنطقة بأنها معسكرات للاعتقال يتم فيها دمج الأقليات بقوة في المجتمع الصيني الذي تمثل قومية الخان السواد الأعظم فيه سفراء أكثر من عشرين دولة من بينها استراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان رفعوا رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يدينون فيها معاملة الصين للإيغور والأقليات الأخرى في منطقة تشيانجيانغ الغربية وأعربوا في رسالتهم هذه عن قذق كبير من التقارير الواردة عن الاحتجاز التعسفي في هذه المعسكرات ودعوا إلى وقفه فورا والسماح بحرية حركة الإيغور وغيرها من الأقليات الأخرى كما طالبوا بأن تصبح هذه الرسالة وثيقة رسمية لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالسجل للصين الإيغور الذين تعود أصولهم إلى شعوب آسيا الوسطى التركية والذين يشكلون نحو 45% من سكان منطقة تشيانجيانغ الغربية التي كانت تعرف باسم تركستان الشرقية يتهمون السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم بينما تقول الصين إنما سمتها بميليشيات الإيغور تشن حملة عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجير وتخريب وعصيان مدني من أجل إعلان دولة مستقلة